الكتاب الذي بين يديه هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري توفي الشيخ الصفار سنة 290 للهجرة الطبعة التي بين يديه هي طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان وهذا هو الجزء العاشر فالكتاب مقسم إلى أجزاء مراد من الجزء العاشر إنه الفصل العاشر الباب العاشر فكل هذه الأجزاء تجمع في هذا الكتاب في هذا المجلد الذي بين يديه الجزء العاشر الباب الرابع بعد العاشر إنه الرابع بعد العاشر الباب الرابع عشر عنوانه باب في الأئمة أن الخلق الذين خلف المشرق والمغرب يعرفونهم ويأتونهم ويبرعون من أعدائهم الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن لله بلدة خلف المغرب الحديث عن المغرب إنه المغرب الذي سار إليه ذو القرنين في خارج الكرة الأرضية إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا وفي جابلقا سبعون ألف سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة مثل هذه الأمة في تكليفها وفي دينها الحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وآله إن لله بلدة خلف المغرب الحديث عن المجرة الحديث عن الفضاء يقال لها جابلقا وفي جابلقا سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة في الدين والعقيدة لا في تصرف الأمة وما فعلت وما ارتكست فيه من ضلال وارتداد إن كان ذلك في سقيفة بني ساعدة أو كان ذلك في سقيفة بني طوسي منذ أن أسس أطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا وفي جابلقا سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة فما عصوا الله طرفة عين فما يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا الدعاء على الأولين على الجبت والطاغوت على قتلة الزهراء فما يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا الدعاء على الأولين والبراءة منهما والولاية لأهل بيت رسول الله لا أريد أن أقف عند كل هذه التفاصيل كل الذي أريد أن أثبته من أن كوننا الفسيح فيه الكثير من المخلوقات وهذه المضامين تتعاضد مع آيات القرآن التي تلوتها عليكم في الحلقات المتقدمة من أن الله بث الدواب وهي الكائنات التي لها دبيب بثها في أرضه وفي سماواته لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بهذا الخصوص إنما أقرأ هذه الأحاديث أقرأها تطبيقاً للمضمون القرآني المتقدم الذكر من أن الله بث في الأرض دوابها الحديث عن كائنات لها دبيب الإنسان الطير الأنعام سائر الحيوانات من حيوانات البر والبحر إلى غير ذلك إن لله بلدة بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقى وهناك بلدة أخرى يقال لها جابرسى الروايات حدثتنا عن جابلقى وحدثتنا عن جابرسى أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث في حلقات ضيقة الوقت وفي برنامج تلفزيوني محدود إنه برنامج محدود من جهة الوقت ومحدود من جهة المعطيات التي تعرض فيه إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقى وفي جابلقى سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة دينها مبني على البراءة والولاية هذا هو الذي يريده أمير المؤمنين لكن هؤلاء في جابلقى لم يكونوا غدرة فجرة ملعونين كهذه الأمة التي ارتدت بعد رسول الله ولم يكون خوانة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مثل ما خاطب إمام زماننا أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى مذجنح كثير منكم إلى أن قال لهم من أنكم نبذتم العهد المأخوذ منكم وراء ظهوركم إنهم خوانة سفلة الحديث عن أكثر مراجع الشيعة هذه رسالة إمام زماننا هي الرسالة الأولى للشيخ المفيد التي وصلته سنة أربعمية وعشرة للهجرة قبل وفاته بمدة قليلة بمدة قليلة من السنين الرسالة وصلت سنة أربعمية وعشرة للهجرة والمفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عشرة فهؤلاء في جابلقى لا هم بغدرة فجر غدروا بالغدير ولا بخوانة سفلة جنحوا إلى المسار الضال إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة وخانوا العهود والمواثيق إنهم أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى نذهب إلى فاصل الحديث الثاني من الباب نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها لأن أرضنا ضوءها من الشمس الإمام يتحدث عن أرض بيضاء ضوءها منها ومر علينا في رحلة ذي القرنين من أن ذا القرنين لما تجاوز الظلمة وصل إلى أرض مضيئة إلى أرض حمراء إلى تلك الرملة الفركة الليّنة التي كأن حصاها اللؤلؤ مثلما حدثنا بذلك الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فكانت تلك الأرض التي وصل إليها ذو القرنين ما بعد الظلمة وصل إلى مكان مضيئ لا بضوء نهار ولا بضوء شمس ولا بضوء قمر أنا لا أريد أن أقول من أن الأرض هذه هي تلك التي بلغها ذو القرنين إنما إنما أردت أن أقول من أن هذه المضامين متكررة في الروايات والأحاديث هذا هو الذي أردت أن أقول إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها وليس من الشمس فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا هذه جموع من دواب السماوات تختلف عن الأمم التي تعيش في مملكة جابلقة إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا يتبرؤون من فلان وفلان الرواية الثالثة بسنده بسند صاحب البصائر عن عبد الرحمن بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس العين هي من أسماء الشمس فعين شمسنا يعني هي هي أربعين بكامل تكوينها هي هي بكل خصائصها وآثارها إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير أربعين والمراد هنا من عين شمسنا المجموعة الشمسية فالشمس في المركز والكواكب تدور حولها وكأن الشمس بمثابة العين وكل شيء يدور حول هذه العين فنحن نرى بواسطة هذه العين عيوننا من دون ضوء الشمس لح تستطيع أن ترى الأشياء لأن صور الأشياء تنتقل إلينا من خلال الضوء الضوء هو الذي ينقل لنا صور الأشياء فصور الأشياء تصل إلى عيوننا عبر مسار الضوء لكننا لا نتحسس هذا بسبب سرعة الضوء الهائلة في نقله للصور إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير وإن من وراء قمركم أربعين قمراً فيها خلق كثير إن من وراء قمركم لم تستعمل الرواية لفظة لفظة عين لأن القمر ما هو بموجود في مركز المجموعة الشمسية هو دوار حول الأرض وإنما وإنما يشير إمامنا الصادق إلى الشمس وإلى القمر باعتبار أن الشمس واضحة بالنسبة لنا وباعتبار أن القمر واضح بالنسبة لنا علامات واضحة في السماء إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير وإن من وراء قمركم أربعين قمراً فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه مثل ما نحن لا ندري عن الكائنات الكثيرة في هذا الكون لا نعرف عنها شيئاً لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه ألهموا إلهاماً لعنة فلان وفلان قد تقولون لماذا هذا الإصرار على لعن فلان وفلان القضية لا ترتبط بهما فلان وفلان رمز عنوان عنوان لكل ما يخالف محمداً وآل محمد وهذا الكون بقضه وقضيضه خلق لأجلهم هذا هو كونهم مثل ما نقرأ في حديث الكساء الشريف في حديث الكساء اليماني المروي عن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها فهذا الكون كونهم القضية لا تعني أن أهمية كبرى للأول وثاني أبداً إنه رمز للبراءة وتأكيد من الأئمة يوجهون أنظارنا إلى أهمية عقيدة البراءة البراءة هي البوابة للوصول إلى الدين النظيف وإلى العقيدة السليمة مرة علينا في الحلقات المتقدمة من برنامج الخاتمة حينما حدثتكم عن البراءة من أن البراءة بمثابة وضوء الصلاة الصلاة من دون الوضوء لا تسمى صلاة لا صلاة إلا بطهور لا بد من تحقق الوضوء قبل الصلاة بكل شرائطه بالتمام والكمال لا بد ولا بد أن يكون الوضوء ممازجا للصلاة من أول حرف إلى آخر حرف علينا أن نحقق الوضوء بالتمام والكمال قبل الصلاة ولا بد أن يكون الوضوء مصاحبا للصلاة بالتمام والكمال على طولها وعلى عرضها ولن تكون هناك صلاة إذا من تقض الوضوء في جزء يسير من آخر ثانية في الصلاة قبل انتهاء الصلاة إذن يجب اتيان الوضوء بكل شرائطه بكل خصائصه ويجب أن نحافظ على وضوءنا من أول الصلاة إلى آخرها الصلاة لها وقت العقيدة ليس لها من وقت فلا بد أن نحافظ على البراءة إلى آخر ثانية من حياتنا الصلاة لها وقت العقيدة ليس لها من وقت يجب علينا أن ندخل إلى عقيدتنا النظيفة السليمة من خلال بوابة البراءة وأهم ركن في عقيدة البراءة البراءة الفكرية البراءة العاطفية مهمة البراءة البراءة العملية مهمة البراءة القولية مهمة لكن هذه المراتب من البراءة لا قيمة لها من دون البراءة الفكرية طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فلا تنفع البراءة العاطفية ولا تنفع البراءة العملية ولا تنفع البراءة القولية إلا نفع يسيرا النفع الأعظم والسر الأعظم في نجاح الوصول إلى العقيدة السليمة هو من خلال بوابة البراءة الفكرية التي يأتي في حاشيتها ما يأتي من براءة عاطفية وبراءة عملية وبراءة قولية هذا التركيز في هذه الروايات والأحاديث من أن هذه الممالك في السماء وهذه الأمم وهذه المخلوقات وهذه الكائنات مثل مثل ما جاء في الرواية الثالثة هؤلاء لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق أساسا لا يعرفون شيئا عن أرضنا ولكنهم ولكنهم ألهموا إلهاما لعنة فلان وفلان لابد أن نتذكر من أن فلانا وفلانا في الأرض والأرض هي العاصمة أرض فيها الإمام يسكنها الإمام يقطنها الإمام يتخذها مقرا له إنه إمام الوجود فأرض فيها إمام الوجود هي عاصمة الوجود حين أتحدث عن الوجود هنا أتحدث عن زينة السماء الدنيا لا أتحدث عن الوجود بكل ما لهذه الكلمة من معنى وإنما أتحدث عن الوجود بحدود كوننا الدنيوي كوننا الدنيوي زينة السماء الدنيا هذه المجرات السمائية الهائلة وهذا الامتداد الفضائي الكوني بكل تلك الأجرام التي لا نعرف عن أسرارها ولا عن أعدادها ولا عن خصائصها شيئا ما وصل إليه الإنسان رغم أنه قطع أشواط عظيمة في العلم بالقياس إلى الأجيال القديمة من أجيال بني البشر من ولد أبينا آدم فالعلم في زماننا قطع أشواطا عظيمة هائلة لكنه لم يطلع على شيء بالقياس إلى ما يجهله علماء الأرض أرضنا صغيرة إمكاناتنا محدودة علمنا ضيق أما كوننا فهو واسع فسيح ممتد وهو في حالة توسع أسراره عظيمة هائلة لا نعرف منها إلا يسير المعلومات فلعنة فلان وفلان هي رمز لأن فلان وفلان في العاصمة في الأرض ولأن فلان وفلان بشر العداء مع محمد وآل محمد القضية ليست لأجلهما وإنما لأجل ما فعل فلا قيمة لهما بالقياس إلى محمد وآل محمد هذا الاهتمام بلعنة فلان وفلان من جهة أن فلان وفلان في الأرض من الجنس الآدمي والجنس الآدمي في قبة أبينا آدم ومن سلالة أبينا أهدم له خصوصية فهو المستخلف على العاصمة ومحمد وآل محمد في مظهر إمامتهم على هذا الكون في الصورة الآدمية ومر الحديث عن المقام البشر المقيد وعن المقام البشر المطلق وهذان المقامان هما المقامان الذان يرتبط المشروع المهدوي بهما هذا المشروع الذي سيكون نظاما لكل كوننا القضية ليست مختصة بالأرض وما جرى في الدولة السليمانية وما جرى في زمان ذي القرنين إلى بقية التفاصيل كل ذلك إشارات إلى انبساط المشروع المهدوي على كوننا الواسع الممتد الذي هو في حال توسع في كل لحظة من لحظات وجودنا القضية القضية قضية فيها آفاق رمزية القضية لا ترتبط بفلان بما هو فلان وبفلان الثاني بما هو فلان القضية آفاقها تمتد إلى أنهما من الجنس الآدمي والجنس الآدمي له خصوصية إلى أنهما في العاصمة في الأرض إلى أنهما عاد بشكل مباشر محمدا وآل محمد إلى أنهما قتل زهرة الوجود ففاطمة هي زهراء الوجود وهي زهرة الوجود وهي زهرة الوجود هذه أسماؤها هي الزهراء وهي الزهرة وهي الزهرة صلوات الله وسلامه عليها حينما أقول لكم مردنا في البداية والنهاية إلى فنائها يا زهراء هذه الروايات تشير بحسب فهمكم للإشارات من قريبين من بعيدين تشير إليها فاطمة يرضى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فاطمة يصلي الباري على من يصلي عليها ويلعن ويلعن الباري يلعن الجبار من آذاها ومن جفاها ومن 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 قتلها الصادق يقول في الرواية الثالثة من الباب الرابع عشر من الجزء العاشر من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار الصادق يقول إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير وإن من وراء قمركم أربعين قمرا فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق ألهموا إلهاما لعنة فلان وفلان أنتقل بكم إلى الحديث الثامن من الباب نفسه بسنده بسند شيخنا الصفار عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد الله سألت الإمامة الصادقة صلوات الله عليه عن قبة آدم قبة آدم المراد منها زمان آدم ومكان آدم مركز القبة هي أرضنا قبة قبة آدم هي قبة المشروع المهدوي العاصمة الأرض والامتداد في هذا الكون الفسيح فقبة آدم زمان آدم ومكان آدم هذا المراد من قبة آدم سألت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن قبة آدم فقلت له هذه قبة آدم فقال نعم هذه قبة أبينا آدم إنها قبة المشروع المهدوي إنها العاصمة الإمام مستمر في حديثه فقال نعم ولله قباب كثيرة هناك قباب كثيرة لكنك إذا كنت تسأل عن القبة العاصمة عن قبة آدم فهذه هي قبة آدم عجلان أبو صالح سأل الإمام الصادق عن قبة آدم فقال له هذه قبة آدم فقال الإمام نعم ولله قباب كثيرة أما أن خلف مغربكم الحديث عن مغرب الكرة الأرضية وليس عن مغرب على سطح الأرض وإنما عن مغرب يقع خارج الأرض أما أن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثين مغربا أرضا بيضاء ومملوئة خلقا يستطيعون بنورنا هذه مجموعات أخرى يستطيعون بنورنا مرت علينا روايات عن كائنات سماوية تستطيع بشموس وبأقمار هي غير شمسنا وقمرنا ومر علينا أيضا هناك كائنات تستطيع بضوء من الأرض نفسها من دون شمس أو قمر وهذه كائنات تستطيع بنورهم فإن الله بث في السماوات في هذا الكون الفسيح بث دوابا كثيرة مثل ما بث دوابا كثيرة في أرضنا أما أن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثين مغربا أرضا بيضاء ومملوئة خلقا يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله طرفة عين لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق يبرؤون من فلان وفلان قيل له كيف هذا يتبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق ما هم من ولد آدم فقال للسائلي أتعرف إبليس تعرفه معرفة مباشرة هل رأيته هل تكلمت معه هذا مراد الإمام فقال للسائلي أتعرف إبليس قال لا إلا بالخبر أخبرونا عن ذلك أخبرنا الرسول أخبرنا الإمام أخبرنا القرآن فقال للسائل أتعرف إبليس فقال لا إلا بالخبر قال فأمرت باللعنة والبراءة منه قال نعم قال فكذلك أمر هؤلاء أحاديث الأئمة تنساب انسيابا كانسياب الماء الصافي إنها العيون الصافية كما وصفها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر